بسم الله الرحمن الرحيم أحباب الطلاب كنا نكمل المحاضرة لشابة رتالك واحنا المحاضرة الماضية خلقنا اللي هو وعندما رأينا اللي هو مشاهد للمشاهدة وعندما شركنا نبدأ بالنسبة للمشاهدة للمشاهدة وقلنا للمشاهدة 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 نهج جديد أو طريقة جديدة تعتمد على تقوير وتقديم زيادات صغيرة جداً من الوظائق يعني كيف عن البرنامج أنا بروح بقسمه أجزاء صغيرة 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 قدر ما تكون صغيرة وبعدين هذه الحاجات الصغيرة أو الأجزاء من البرنامج أحطها مع بعض وبعمل البرنامج الكبير تعتمد على تحديل المستمر للكود أو للصفرة أو للبرنامج ومشاركة المستخدم في تطوير يعني في فريد التطوير يعني المستخدم اليوزر اللي هو صاحب البرنامج بجيبه عندي وأشاوره في كل شيء البرنامج والبرمجة التنائية يعني أنا لما بجيبه برمج بحط اثنين مش واحد يعني شخصين اللي ببرمجوا أي شغلة بتنقى برمجها بحط شخصين لأنه واحد بفكر واحد بعمل كود تمام؟ هذه اللي هي البرنامج البرنامج برجو هذا نهج موجود قديما التطور الحلزوني process is represented as spiral rather than as a sequence of activities في الباست راتين يعني يتم تمثيل العملية بشكل حلزوني بدلا من التسلسل من الأنشطة مع أني أنا مع العمل على اتراجع اتراجع أني برجع خطوة لورة شوية each group in the spiral represents a phase in the process تمثيل كل حلقة تمثيل كل حلقة في الحلزونية مرحلة من العملية يعني كل حلقة لها مرحلة يعني لا توجد مرحلة ثابتة مثل المواصفات أو التصميم تمام؟ تم اختيار الحلقات في اللوب اعتمادا على ما هو مكتوب يتم تقييم المخاطر بوضوحة تمام؟ وحلها من خلال كل العمليات من خلال كل العملية لما أنا بدي قادي أفرجيكم إيش اللي أنا حكيته هاي هاي بطاران هادي الحلزونية بشكل كيف ابنبدا من هنا ها Requirements and life cycle plan بعدين بروح على هادي risk analysis prototype two prototype one risk analysis prototype one بعدين بندين constant operation بعدين development plan belief belief risk analysis prototype two simulation software requirement requirement validation development plan وكل مرحلة كل مرحلة ايش 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 اللي كويس هادي دائما بعمل risk analysis risk analysis تحليل المخاطر هادي تمام تمام وهكذا بمر على كل المرحل ما فيش مرحلة اه specification design testing يعني المراحل مش منتصلة عن بعض تمام طيب spiral module sector نموذج القطاعات الحاليجونية اه عنا لو رحنا على اللي القبل مثل كين هنا اي ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع تمام هادي determine objective alternative constraints evaluate alternative and define resolver risk develop verify next level product plan next phase هادي الأربع أجزاء موجودة تمام أول واحدة احنا قلنا objective testing تحديد الأهداف specific objectives for the phase are identified تمام تحديد أهداف محددة للمرحلة ثانية fiscal assessment and reduction تقييم المخاطر والحظ منها ما يعني fiscal and activities put in place to reduce the key risk يتم تقييم المخاطر ووضع عنشطة الحظ من المخاطر الرئيسية development and validation التطوير وتحقق a development model for the system which can be any of the engineered model هنا يتم اختيار نموذج تطوير النظام الذي يمكن أن يكون تمام من النماذج العامة أي من النماذج العامة أي نموذج من هنا نعمل planning أنا تخطيط اللي هو الجوز الرابع الجوز الرابع planning اللي هو تخطيط project is reviewed and the next phase of the spiral is planned يتم مراجعة المجلوع يتم تخطيط المرحلة القادمة من خلال الحلجون تمام طيب software specification مواصفات البرمجيات مواصفات البرمجيات the process of establishing what services are required and the constraint on the system's operation and development يعني هي عملية تحديد الخدمات المطلوبة والخيوض المطلوبة على تشغيل النظام وتطويره on the system of operation and development تمام Requirements engineering process عملية هندسة المتطلبات عنا أربع مراحل تمام feasibility study requirement illustration analysis requirement specification requirement validation دراسة الجدوة أول واحدة دراسة الجدوة الثانية متطلبات الاستنباط والتحليل وبعدين مواصفات المتطلبات والتحقق من المتطلبات هذه هي requirement منذين بسيط عملية بهندسة المتطلبات هذه هندسة المتطلبات مادة لحالها ممكن تدرك للمتطلبات بس كيف بنا نعمل المتطلبات المشروع هي مادة كاملة تدرك في بعض الجامعات يعني كل واحدة هذه feasibility study شرطر نحاله requirement analysis برضو شرطر requirement specification برضو شرطر و validation برضو verification برضو شرطر هاي البروسسس أنا عندي كمام feasibility study requirement analysis requirement specification requirement validation كل واحدة بتديني feasibility report استمود user requirement 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 كمام هنا لما بعمل الدراسة الجدوى بحط requirement بعدين المتطلبات بعود برجع يعني هنا في اللي هو feedback كمام وبعد ما أخلص من كل مرحلة في عندي شغلة أخرى استمود نظام هنا user and system requirement متطلبات مستخدمة نظام requirement document إن هي وسيقة المتطلبات المهم في الآخر في عنا وسيقة متطلبات مطلوبة من software design and implementation تثمين وتثمين اللي هو الضرمج البرنامج the process of converting the system to executable system يعني عملية تحويل عملية تحويل conversion system مواصفات النظام إلى executable system هو إلا نظام قابل التنفيذة إلا البرنامج يعني أنا عندي مواصفات أريد أعمل البرنامج software design تصميم البرمجيات الثاني implementation الثاني الثالث وهكذا the activities and design and implementation are closed and related and maybe in the year نشوف software design software design or software structure that relies relies less 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 يعني إيش تصميم بنية برمجية تحقق المواصفات فقط يعني أنا أصمم عشان المواصفات ما هتكون صح implementation في التنفيذ Transmit this structure into executable program implementation يعني البرمجة بأي لغة بدية هي عملية ترجمة هذه البنية هذا structure اللي هو صممناه هنا into executable program إلى برنامج قابل للتنفيذ طيب activities of design and implementation are closely related and maybe interleave هنا ترتبط أنشطة التصميم أنشطة التصميم تمام والتنفيذ ارتباطاً وثيقاً ترتبط على قرية امتزان أول شيء التصميم المعماري مواصفات هنا الملخص العام الabstract classification تصميم انترفيس تصميم واجهات كنبون امتزان تصميم المكونات يعني ترتبط تصميم حيثة البيانات وتصميم الخوارجمية تمامك طيب هنا تديني software design process عملية اللي هو تصميم للبرمجيات أنا عندي من requirement specification بعمل تصميم معماري architecture design abstract specification مواصفات مجردة interface design تصميم مجهات تصميم مكونات تصميم ترتيب البيانات وتصميم الخوارجميات هنا design و design product design product ايش يعني اللي هو المنتج تصميم المنتج system architecture بنية النظام software specification من كل واحد أنا architecture design برو على system architecture ومنها بتديني architect specification هنا بتديني مواصفات النظام هنا بتديني مواصفات الواجهات هنا مواصفات المكونات هنا مواصفات اللي هو هياك البيانات هنا مواصفات اللي هو الخوارجميات المتج المواصفات المنتج من منهجيات systematikية أو منهجية لتطوير تطوير تطميم البرمجيات بلسانية يوجد دكمنتياته ودرافة الموديل عدد ما يتم توثيق التطميم كمجموعة من هو النماذج الرسومية التطميم بجارة ماات مثل فلو تشارت اللي احنا اتعلمناه نماذجي ممكنه نموذج تدفق البيانات نموذج انه هو كما الخيال للعلاقة نموذج الهيكلي ونماذج انه هو نموذج الهيكلي نموذج الهيكلي نموذج الهيكلي نموذج الهيكلي ونشوفكم ان شاء الله بالمحاضر القادمة على البروغرامنج ويعطيكم ألف آسيا والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته